أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري للقيرة الإخبارية أن الحرب في قطاع غزة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على المنطقة بأكملها وطلب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية مشيرا إلى تداعيات هذه الحرب ستكون وخيمة على فلسطين الكارثة كبيرة جدا والدليل على ذلك أنه عندما جرت نزاعات سابقا في المنطقة لم يكن لها ذلك الأثر الإقليمي الكبير لكن بسبب حجم الدمار وحجم التدبير وحجم التأثير على المناخ الاستثماري في المنطقة المناخ الاستثماري بشكل عام تراجع وبتالي بدأنا نلمس تراجعا في مستوى الاستهلاك والاستثمار نجد ارتفاعا في تكاليف النقل والتأمين النقل في المنطقة ومنها وإليها المساعدات هي نقطة في بحر هي ليست كافية نهائيا نحن مقارنة ما كان يدخل غزة سابقا أكثر من ألف شاحنة يوميا وبشكل دائم نحن ندخل الآن أقل من مئة أحيانا وبشكل متقطع وليس كل يوم وبالتالي لا يجب المقارنة نهائيا بينما تحتاجه غزة بالفعل وما يصل إليها بالفعل المطالبات أولا وقف الحرب ثانيا لا بد من التهيئة من الآن لإعادة أعمار غزة ولتحقيق التعافي الاقتصادي في الاقتصاد الفلسطيني ولتحقيق التعافي الاقتصادي في الاقتصاد الأقليمي مصر والأردن ولبنان لتعويض هذه الدول عن خسارتها الناجمة عن أمر ليس لها فيه ناقتة ولا جمل بالمعنى أنها ليست مسؤولة عن هذه الحرب بل تتحمل نتائجها